اشهد المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية بالمضامين والتوجيهات السامية على الصعيدين المحلي والاقليمي خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مثمنا تأكيد جلالته على تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط والصلاة الوثيقة التي تحافظ على مكتسبات المسيرة التنموية المباركة لدول المجلس وعلى ما تضمنه بيان العلا من اهداف سامية منوها في الوقت نفسه بالتوجيهات الملكية السامية بان يكون الخطاب الاعلامي متوافقا مع القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف والمصير المشترك لابناء مجلس التعاون جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التي عقدها المجلس عن بعد برئاسة معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وبمناسبة العام الهجري الجديد رفع المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية أسمى آيات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة البحرين وعموم الأمتين العربية والاسلامية سائل أن الله تعالى يجعله عام خير وبركة على الجميع كما عرب المجلس عن تقديره العميق للتوجيهات الملكية السامية بإصدار التقويم البحريني للعام الهجري 1443 للهجرة وفقا للمعايير الشرعية والعلمية والفلكية ووفق منهجية روزنامة الزبارة والبحرين وأبد المجلس اعتزازه الكبير بصدور هذا التقويم الجديد الذي يتميز بالضبط والدقة والذي يبني بإخلاص وموضوعية على المسيرة العلمية المباركة في العلوم الشرعية والفلكية في البحرين على امتداد عقود طويلة من الزمن وأشهد المجلس بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا للتقويم البحريني برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لإنجاز هذا المشروع المبارك إلى ذلك أكد المجلس حرص البحرين واعتزازها برعاية ودعم الحريات والشعائر الدينية في إطار حرصها الدائم على كفالة الحقوق والحريات للجميع مثمنا في هذا السياق ما يليه جلالة الملك المفدى من اهتمام ودعم كبيرين للمواسم الدينية ومنها موسم عاشراء مقدرا في الوقت نفسها الجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تبدلها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات الأهلية المعنية لإنجاح موسم عاشراء والخروج به على الوجه الأكملة وثمن المجلس في هذا السياق الجهود الطبية التي يقوم بها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية لتأمين سلامة الناس في موسم عاشراء بعد ذلك بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلزم ترجمة نانسي قنقر